العرض اللي تم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة أن كان فيه هناك توصيات أثناء دراسة الجدوى التي عرضت على سيادته بأن يتم استخدام أعلى التقنيات التكنولوجية اللي موجودة في هذا المجال عشان يكون عندنا مصنع زي ما احنا شوفنا بالأمس هو مصنع متكامل بداية من التجميع وحتى استخراج المنتج النهاي بكل المراحل التصنيعية تحديدا أنا أزعرف إلي بيميز خام الكوارتز في مصر تحديدا وليه بيسمى الذهب الأبيض والله هو اللي بيميزه طبعا أن احنا عندنا مكانين مكان اسمه مورد سويقات ومكان تاني اسمه سويقات العرشة ده فيه تركيز كويس جدا يعني بيصل لتسعة وتسعين بوينت تسعة خمسة يعني أو تسعة وتسعين علامة خمسة وتسعين في المية كويس فطبعا ده التركيز ده مش كتير نعم وبرضو التركيز اللي موجود في الأماكن دي مش كله تسعة وتسعين بوينت تسعة خمسة يعني بوينت تسعة وتسعين بوينت تسعين خمسة تي فيه درجات مختلفة اه فيه جميلز مختلفة فدي ما بتلاقاش كتير التركيز اللي عالي ده ما بتلاقاش كتير هما دول يعني أحسن مكانين فيهم تركيز وأحسن مكانين فيهم احتياطي يعني مورد سويقات لوحده في حوالي تلاتة ومص مليون طن ده طبعا رقم كويس يعني سويقات العرشة فيها بتاعها حوالي مئة ألف طن مش كتير يعني بس برضو الجريد بتاعهم أو التركيز بتاعهم كويس طبعا الكواردز اللي عندنا في مصر وده حضرتك اللي حم نتكلم عليه ده كله ده اللي هو في السطح بس لكن احنا كل ما هو تحت السطح في الدرجات ما نعرفش عنه حاجة استخداماته ايه يا فندم يعني استخدامات انا دلوقتي بدخله في ايه فهل في حاجة تانية غير تشيبس مثلا بستخدمه في ايه؟ الاستخدامات بقى ناخد الاول اهم حاجة والمصنع ده معمول اساسا لها اللي هي الخلايا الشمسية والالكترونكس كويس المصنع ده هيعمل ايه؟ هياخد الكورتز الوفائق النقاوة وهيعمل منه حاجة اسمها الواح سيليكون بيامل له احنا هلنا دلوقتي ان الكورتز عبارة عن سيليكون اوكسايد عبارة عن سيليكون وعبارة عن اكسوجين كويس هياخد سيليكون ده ويبتدي يعمل منه الواحة كويس الواحة دية المفروض دي مرحلة اولى في تصنيع السيليكون بعد ما بيعمل المرحلة دي حضرتك بيبتدي يدخل بقى على مرحلة تانية ينقي نقاوة أكتر بيطلع منه منتج تاني بيسموه البولي سيليكو كايز البولي سيليكو ده بقى ده اللي بيستخدم في الخلايا الشمسية وده اللي بيستخدم في الإلكترونيكس طبعاً أهمية الكواردس في حيث دي بديجي منين احنا حياتنا دلقة كلها الإلكترونيكس ما عندكش حاجة الموبايل الإلكترونيكس صحيح الصناعات الفنائية الإلكترونيكس كل حاجة في حيثنا تقريباً الإلكترونيكس فمن هنا بتيجي أهمية الكواردس يعني وطبعاً دي خطوة جميلة جداً ان احنا ناخد الكواردس ونوصله لحطة ألواح السيليكو دي اللي هي بعدها بتطول على الخطوة اللي هي الأخيرة بقى اللي منها بتنطلق على كل الصناعات الكرونية والطاقة الشمسية والحاجات دي